خبير اقتصادي ما تشتروش دهب دلوقتي نهائي ويحذر الجميع يعرفي السبب اهلا بكم ادعوكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. قال الدكتور محمد العرفي خبير الاستثمار في الزهب ان الاقتصاد يصح شهده خلال العام الجاري الفين اتنين وعشرين العديد من الاحداث التي اثرت عليه بشكل كبير اضافة لحركات عديدة لعدد كبير من قطعات الادقار النقدي كالزهب والدولار. واضافة ان الاقتصاد هذا العام يحتاج الى معدلة لفهم ومعرفة افضل مجال للانستثمار فيه. ماذا يعني رفع سعر الفائدة? خبير يوضح واشاره الى انه لفهم الخطوة الاولى في هذه المعدلة لابد من معرفة معنى رفع الفائدة على الدولار عالميا واثر على قطعات الادقار ورفع الفائدة على الدولار عالميا يعني زيادة الفائدة على الدولار. زيادة المصلحة المحلية بنسبة واحد في المائة الى ثلاثة في المائة لان المستثمر الاجنبي لو يغادر الدولة. زيادة الفائدة يقابل انخفاض في سعر الزهب عالميا بالاضافة لاستقرار سعر الدولار محليا او زياده بحد اقصى اتنين جنيه. او اتنين دولار يمكن عكسها. والانخفاض العالمي في الزهب يقابله ارتفاع متوسط في سعر الدولار وسيواجه اعلان البنك المركز المصري شراء اربعة واربعين طن من الزهب ارتفاعا في السعر المحلي لمواجهة الازمة العالمية لوجود كميات كافية لاحتياجات البنك المركزي الذي سيعلبه متطلبات السوق المحلي دون ان يكون هناك سبب لرفع الاسعار وكذلك تقييم العملة المحلية مقابل الدولار والعملات الاخرى وقال انه ستنخفض اسعار الزهب في الفترة القادمة واضح ان الوقت الحالي غير مناسب لشراء الزهب نظرا الارتفاع السعر هو اكثر ملعمة للبيع خاصة ان الاسعار ستنخفض خلال الفترة المقبلة لازل سيكون من الافضل الشراء واشار لان قرار البنك المركزي بعدم استراد اي سلع بدولار مجهول المصدر او تم شرائها من اي برصة او شرائها من السوق السوداء جعل استراد الدولار بلا كيمة وهذا اجراء قوي لقافضة القيمة لدولار مقابل 5000 جنين موسيقى